اعلن فريق القوات الجوية الملكية البريطانية للاستعراض الجوي المعروف باسم السهام الحمر عودته مرة أخرى لمملكة البحرين وذلك في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة برعاية السفارة البريطانية بمملكة البحرين ويعود الفريق إلى البحرين بعد نجاح الاستعراض الجوي للتحليق المنخفض الذي قدمه في نوفمبر الماضي بمناسبة مرور 200 عام من العلاقات القوية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ويقدم فريق السهام الحمر عرضا متكاملا في سماء مملكة البحرين اليوم الأحد ضمن جولة إقليمية تشمل عددا من دول المنطقة حيث تسعى الجولة لتقوية الأواصر بين المملكة المتحدة وباقي دول مجلس التعاون على المستويات كافة بما يتيح تقاربا في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وباقي الدول التي ستشملها الجولة ترجمة نانسي قنقر